قضية الصحافة العراقية قضية قديمة ومعقدة وشائكة هذه الصحافة بواحد من الحلقات قدمت مختصين من الصحفيين كيف تم بأسماءهم سرقة ملايين الدولارات بتشكيلات وهمية ونقاط الصحفيين تحقق في هذا الموضوع لكن إلى الآن أنا فاتني أن أذكر أو أن أسأل السيد النقيب وين راحت هذه التحقيقات ذول اللي قاتلوا مع الحشل ذول اللي قاتلوا مع القوات الأمنية ذول الآن اللي طبوا للمستشفيات مع المرضى في كورونا الكل تشتكي الدولة وين إجده سوي منه صديقكم الموظف يشتكي العامل يشتكي الطالب يشتكي المدرس يشتكي الجندي يشتكي الصحفي يشتكي يعني وين تردون تودون البلد بعد أكثر من هذا ومع الجهود الكبيرة التي يقدمها الصحفيون هناك هجبة شرسة من بعض الذين لا يساون شيئا يطاولون قامات صحفية مهمة كبيرة يشهد لها المواطن والمشاهد على أنها قدمت شيئا عظيما ولكن حينما فضحت فسادهم توجهوا أن يبحثوا حتى ولو بصورة ظنا منهم أن هذه القامات الكبيرة سيطيح بها لا إذا أنتوا فعلا تردون أن تقاومون هاي القامات وهاي الناس اللي ضحت وفتحت ملفات فساد الفرسان يتبارون في الميدان مو من وراء الكيبورد مو من وراء اش كم مرتزق لا الرجولة تقتضي المواجهة مو تدور لك على شغلة صغيرة وتروح لك على واحد من يمشي بالشارع المواطن العراقي يعرفش قدم وشطة ويعرفك أنت شنو أو شنو تاريخك وهسا بارد أذكر اسمها آني بس هناك تواريخ نتنى ومراك عيب نحتيهن بالتلفزيون لكن تبقى الصحافة العراقية وصح فيها الأشراف والوطنيين الذين حاربوا الفساد أكبر من الذين يدلسون وأكبر من الذين يذهبون إلى هذا الجانب أو ذاك الجانب يسترزقون ومدنقين روسهم الصحافة العراقية مثل ما قاعد اليوم في كورونا لابس لتشف وحاط لكمامة أو عايف عائلتها ويتحدى الموت بينما غيرهم يطلعون سكايبي